السلام عليكم بهذا الفيديو راح نمشي على الكتاب لموضوع البناء الضوئي كنبذة عامة فقط طيب تحدث في عملية البناء الضوئي سلسلة من التفاعلات شو فيها؟ امتصاص الطاقة الضوئية وبنحولها إلى طاقة كيميائية بنخزنها في المركبات العضوية زي في حالتنا لغليوكوز طيب وهي المعادلة الكيميائية تبعتها لاحظ ستة ثاني أكسيد الكربون مع ستة مي بنحولهم إلى حبة غليوكوز واحدة وست جزيئات أكسجين هذا الإشي بيحتاج ضوء بيحتاج صبغات وبيحتاج انزيمات الصبغة اللي احنا رح ندرسها بالتفصيل هي الكلوروفيل هي الصبغة اللي لونها أخطر طيب تحدث عملية البناء الضوئي وين في البلاستيدات الخضراء هي عضيات في الخلايا النباتية فيها غشائين داخلي وخارجي جوة عندنا ثايلوكويد أو ثايلوكويدات جمعها المهم أنه ثايلوكويد طيب أكثر من ثايلوكويد بيكونوا على شكل أقراص بيترتبوا فوق بعض بيعملولي لجرانم أو جمعها جرانا يعني هذا ثايلوكويد الصف كامل اسمه جرانم هاي هون هذا جرانم بعدين جرانم مع جرانم مع جرانم مع جرانم مع جرانم مع جرانم بيصير عندنا جرانا والمنطقة هاي اللي برا شو بنسميها؟ بنسميها اللحمة طيب غشاء الثايلوكويد زي ما حكينا فيه صبغات زي كلوروفيل وغيرها وفيه انزيمات ونواقل الإلكترونات بس هيك يعني نبذع عشان المحاضرة القادمة نفصل بالضبط كيف بتصير البناء الضوئي وأنا عطيتكم المقدمة أنه رح يكون عندنا تفاعلات ضوئية وتفاعلات لا ضوئية بس يعطيكم العافية وبالتوفيق